أولاً خلينا اتفق معاك على حد فارق كبير جداً ما بين الحياة العملية والحياة المهنية والدراما اللي بتتقدم كل اللي بيتقدم في التليفيزين ده إن المحامي ويتهدد وهقتلك وهعملك دي حبكة درامية المخرج عايز كتا اللي هو المخرج مش عايز البطل يموت في الحلقة الخمستاشر أنا لا يجرؤ واحد خصمي ليه أنه ييجي يقولي أنا هددك يهدد مين؟ ولا يعرف ولا هو ولا الخصوم كلها ولكن ما فيش الكلام ده ما بيحصلش لأن المحامي ده يستطيع من خلال القنوات القانونية الشرعية إنه يودي اللي بيقوله ده في ستين ده دي بتاعة حقه وموح يعمل ده وما يكونش يعني بيقول يعني يهدد واحد يعمل لك حاجة فورم العربية مثلاً حاجة كده فاللي هي همش هيجي يقولك أنا بهددك أنت بتصدق الكلام بتاعة التليفيزين أنا مش مصدق أنا بسأل حضرتك طيب أنا أنا هقولك على حاجة يعني أنت مثلاً لما ييجي محامي ليه واسمه وليه علاقاته زي ما بيقوله وزي ما بيقولوها بالبلد يعني كونكتد يعرف ده ويعرف ده لما هتهدديه مش هيقدر يصل لده ويصل لده ويصل لده ويتحمك وبعدين إحنا عندنا فساد في استيعاب مهنة المحامي المحامي مش الخصم بتاعك وعمر ما المحامي كان الخصم بتاع الناس وعمر ما المحامي ده كان سبب في القضية أو سبب في ارتكابها هو بيجي بعد القضية ما تحصل وبيدافع عن واحد كون إن هو جاي بقى واحد شاطر بيستطيع إن يجد الثغرات ويجد الأشياء ده ما يعيبش المحامي روح ومسكه في الارتكاب الجريمة انتمالكوا مالوا المحامي فقصة المحاماة وإن ناس تهدد حد لأ الكلام ده ما بقاش موجود يعني ما حدش يقدر يعملها